ترجمة نانسي قنقر حسنة الأمور الآن في البدار استعمال مرة الفاتد هذه الامور مهمة جدا وهي أساساً التي أص沒有 looking وإذا فكرناها جيدة لم أقريباً لن تكتب كنا أخذ المرة الفاتد تدخل جداً تدخل جداً ثم الثاني ثم Jeans الميدالة والميضالة تعبارة عن الميضالة لفيرامدز التبس بتاعتها اسمها الرينا بابيلا وبعد كده قلنا ان الكورتكس دهيت فيها المصفة الهياء الكلوميريوس الدم يدفل الكيدنية عن طريق الرينا يدفل جوه الكلوميريلاي اللي هنا في الكورتكس عن طريق أفرنت أرتريونز الدم يتفتر ولما الدم يتفتر كل التوكسنز اللي فيه تذهب عن طريق تيوبيوت موجودة في الميضالة وبعد كده تفتح في وتفتح في وتفتح في وتنزل في عن طريق الرينا والدم الكويس يدفل جميعا عن طريق من الأفرنت أرتريونز وبعد كده قدنا خذنا الشكل قلنا ان الكورتكس الدم يدفل عن طريق الأفرنت أرتريونز يمشى على المصفة دهية وبعد كده الكويس منه هيرجع عن طريق أفرنت والوحش هينزل في مجموعة من القنوات شوية منها موجودة في الكورتكس ومعظمها موجودة في الميضالة كلها تتتمع بغاية ما تنزل في حاجة سماعة كلتك بضغط انه بيوصل على هيرجع عن طريق أفرنت بعد كده قلنا النور من الجنوميري للمسطوليش وقلنا ان ده في غاية الأهمية وقلنا هذه الجنوميري لص لها ناحية اسمها باسكولر انت وناحية تيوبلر انت ناحية يُسمعها الأفرنت 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 كيفية الدم اللي هو محتاج يتخطر. الدم بيعدي على مراحل من الفنطرة كحاجة اسمها الكابلاري طفت بتاعت الدروميرولاس. ومراحل الفنطرة هنا تكون ثلاث مراحل. اولا عندنا الكابلاري لاند باندوسيليم. فيه فنستريشن فيه قلوم باكمين الاندوسيليم. بعد كده الاندوسيليم نايم على حاجة اسمها جروميرولارفزمنت ممبرين. وبعد كده فيه خلايا فوق جروميرولارفزمنت ممبرين ليها رجلين اسمها ايه؟ البوزوسايت وليها فوت بروسسس. كل دولار طرح نراحل من الفنطرة عشان بيفنطروا الحاجات المشيء هتنزل هتنشي في الاسماء التوحرق من الاند تنزل في اليوروك. لكن الحاجات الكويسة هترجع لاندوسيلي الاندوسيليم وترجع فين عندنا الجسمنا. تمام؟ وقلنا ان احنا عندنا مجموعة من الخلايا مهمة جدا لازم نبقى عافلها. اولا الاندوسيليل سلس. ثانيا الاندوسيليلارفزمنت ممبرين. ثالثا الكودوسايتس او اسمها التامي فسرار ديبسيليل سلس. ثالثا البرائتة سلس او البرائتة الاندوسيليل سلس. حاجة اسمها الكومنت كابسول. يبقى انا عندي افلنت ارتريول كيفلنت ارتريول اندوسيليا دولوميريولارفزمنت ممبرين. بعد كده بوتوصايت وتيل بوتوصايت فوت موسيس او اسمهم الفسرار ديبسيليل سلس. وبعد كده عندي الاسباس الابيت ده. ده الكومنت سلس. والكابسول اللي محوطان كلهم اسمها الكومنت كابسول والاين اللي بخلاها اسمها البراية الابيثيليل فيز. تمام؟ طيب. بعد كده قلنا الليورين بيرشي من من اللي هي اول بارت من القنوات اللي هي تيبيوت. ومنه بينزل على الميضادة. وفيه جزء من السيبيول لو تلاحظوا هنا ده. السيبيول بتبقى بتنزل من موجودة في الكورتكس. دخلت عن ميضادة. وبترجع تاني فين؟ بترجع تاني في الكورتكس فكيها تنزل تاني عن ميضادة. رجعتنا في الكورتكس هنا مش 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 تفصيلة اه ملهاش لازمة. بالعكس زي ما انت لكم مرة اللي فاتت. الكدني كيها كمية من تفاصيل حتى ربنا. تخليك على طول تلم انت تزاك ممكنني عمان تقول سبحان الله وهو تقدر يعني تتأمل في دقة الصناعة لك. ليه التيبيول تتمشي كده وبعد كده رجع التاني؟ لان احنا عندنا فيه استراكشور او ايمنت في الدم بتاعنا مهم جدا. ولو تلقبط يحصل لقبطة كبيرة في جسمنا هو مين؟ السوديم. لو اليورين نزل كمية سوديم كتير او كمية سوديم وليلة ده بيعمل الاكترولايت امبارنس في جسمنا واحنا خدنا جزء رصيد من الاكترولايت امبارنس وما كده اخدنا الاكترولايت امبارنس والحاجات دي كلها. فالالاكترولايت امبارنس لو جسمنا دخل فيه بيدخل في مشكلة كبيرة جدا. طب قفرزي التوبول ريجي نزلت سوديم كتير وهي كده تاني فيه جزء من التوبول بيبقى قريب من التوبول الجزء من التوبول اللي قريب من التوبول مدقى قريب من الأفرط من الـ اسمه الماكلولادنسة. الماكلولادنسة ده هي بالسنس عامة زي السنسور لو الدم اللي معدي جنبها في فوديم كتير هي تذيق شعرها للكيتنينات تقلل الفنتريشن بتاع السوديم بطلت تنزلي سوديم كتير طب لو هي لقيت إن كمية السوديم اللي نازده هنا قليلة لأ تبقى سنسول تقولها لأ تزويدي النسبة شوية عشان السوديم لأ حصلوا ريتنشن يعمل هارف برتنشن ويدخل الإنسان في مشاكل مشوية ففيه هنا مع رجع التوبيول تاني ويدخل على الكورتكس دفل هنا موجود اسمه الماكولا دنزا ده بيكون الكمتاكت مع الأفرنت والإفرنت أرتريول عشان بيسنس كمية السوديم اللي فيه السنس كمية السوديم اللي فيديهم إشارة كي إما تفلطره كتير كي إما تفلطره قليل علشان كده المانيه دي هنا أتنقل ده الجزء اللي هو خارج من الجولوميرونس وده الجزء اللي هو رجع هاني للكورتكس اللي هي جزء هاني من الدسة كونجوريوت التوبيول بيرجع تاني الكورتكس ويكون موجود بين الأفرنت والإفرنت 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 والإسمه الماكولا دنزا علشان بيسنس أي مشكلة فيه تغيير السوديم طيب إيه كاي من الخلايا المهمة لموجودة في الكيدني؟ وإنه إيه مجموعة من الخلايا اسمها الميسانجين سيلز نايمة على أرضية اسمها الميسانجين ماتريكس وإنه دي لها وظائف كتير ساعات بتعمل فاجوسيكوزيس ساعات إن هي ممكن تعمل ساكورت عامل سيتنا بتعمل ساكورت بتعمل ساكورت للجولومير والإفرنت ساعات إيه؟ يعني إيها رول في التصبيت لها أدوار كتير جدا من المكتوبة دين ساكورت السوريسانجين سيلز طيب بعد كده خذنا الجزء بتاع الجلوميري لفلتريشن ممبرين وهو الجزء ده كده نكبرناه قلنا الجلوميري لفلتريشن ممبرين اللي هي مراحل المصفة اللي بيعدي عليها الدم أول مرحل قدي الدم هو بيعدي على الفلتريشن سيتس أو الفلتريشن سيتس وبعضها بقية بيعدي على الجلوميري لرباسم ممبرين وبكا بيعدي بتوين الفلتريشن بداية الجلوميري لفلتريشن وقلنا إن الحاجات دي كلها ربنا خليقها وحجمها ما يعديش البوتينز وما يعديش النورمال ألمنت في باسمنا ولو هي بعض البوتينز زي القلبي من حجمهم صغير وممكن يعدي منهم ربنا خلق إليها فارية التانية وهو النيجا تشارج اللي موجودة على الجلوميري لفلتريشن ممبرين وفي نفس الوقت يكون بيه نيجا تشارج ممبرين على البوتينز نفسه فلو البوتين فكر من هو يعدي يحصل نيجا تشارج ويحصل مع نيجا تشارج ويحصل مع نيجا تشارج تمام وبعد كده وبعد كده نتكلمني عن الباريير قلنا وقلنا وقلنا ان القلوميري ليراي بدأت تعدي كوتينز بدأت تعدي قلب من بس لما هي بدأت اختارة القلب فده بيسموه سيليكتف بوتينوه طيب لو هي عدت بوتين ثانية وقلنا وقلنا ان القلوميري ليراي بس ممكن تعدي ايه؟ ممكن تعدي بوتينز تانية غير الالبومين اسمها بس الكميه بتاعديهم بتبقى من ثلاثة ونصف جرام برديسي ليتر اللي اسمها ليه اسمها لان لو الناس بيزارتها ثلاثة ونصف جرام برديسي ليتر بيبدأ ان انسان يدخل بحاجة اسمها نيفروتك سندروم طيب بعد كده انجري فبتكون انجري اكبر شوية فبدل ما الجراميري لست تعدي بوتينز بس لتتعدي اكبر كمان من بوتينز اللي هم من الاربسيز والانسان يكون في الحاجة اسمها نيفروتك سندروم طيب بعد كده المرحلة الرابعة مرحلة اسمها او كرسنتيك او كرسنتيك او كرسنتيك او كرسنتيك غلوميريونيكريتس والكريسنتيك غلوميريونيكريتس يكون في مجموع من الاربسيز التي تتقمع في المنطقة وهنقول ايه هم دورة من الوقت فطلعهما فيه هنا الحدة دي تسدد يبقى ديورك اللي جاي من الكمانس سبيس ويقدر يعاندي ويخرج تاني في التوبون فيبدأ اليوم يتحوش وما يخرجش والإنسان يدخل في حاجة اسمها ودي كمان مرحلة أعلى من النيفريتك سيندرون والإنسان بيجينه حاجة اسمها رابط لي رينا الفيليل يعني مش أكيوت رينا الفيليل أكتر كمان من الأكيوت في مرحلة الإنسان في الكلوميريوني فرايك سيندرون وبعد كده قمنا دي المرحلة الأخيرة اللي ميكون فيها لكل الديستراكشور سبات الكيدني سواء الكلوميريولاي أو أو الانترستيشام أو مين أو المول بتاع البلاد بسلس وما تنسوش المرة اللي فاتت قمنا لفيه حاجات مهمة أربع حاجات اساسية هي اللي بتفرق معي في أي رينا البزيز وقمنا مين هم الأربع حاجات الاساسية دولة هم الكلوميريولاس والتوميولز والانترستيشام اللي هي الأرضية اللي نايم عليها الكلوميريولاي والتوميولز وإيه كمان البلاد بسلس دولة الأربع استراكشور الأساسيين في أي رينا البزيز في مشكلة وادي الوقت طيب طيب أي بقى؟ الميكانيزم اللي ممكن يعمل الديزيز إذا كان خاصياً ما هو خاصيتك؟ كان فيه شخص أيضاً يسمى تunkيجروميريونيفرائيس مثل العينين بمرض السياس الحمراء أميكي أو العينين بمرض ضيوب مثل كظهر ونعمل ميطما عليه نقومونيجروميريونيفرائيس المهم هناك خاصيتك خاصيتك هناك خاصيتك بطرخ فرصيتك بغير تفاصيل لكن المصنع الذي عندينا من؟ عن الرئيسي الخاص برمليونيفرايتس ونركز أفكاء في الأحيان القوليدة لأن هذا يعني الذي يخلي مذكر الأمراض في تغلبي agroalephritis سهلة جدا الرئيسي الخاص برمليونيفرايتس الأهم سبب يعلقها هو الاميون ميكانيزمي في مشكلة ومييوني أدت الالتغلبيوني فاجل هناك شيء أخرى، لا ميليوني، وهو ليس أي أي أن لقب الاميون ميكانيزمي وبقى الـ primary أسمناه لـ immune وإلى non-immune. طيب الـ immune بقى خارج لك تسمعي شفية وبقى تحتاج لنطق الـ immune ده كنتين تبقى. كلمة immune mechanism يعني أنا عندي إيه؟ عندي حاجة اسمها immune complex. يعني كلمة immune complex يعني antigen مسك في antibody. ربعاً يعني إيه؟ antigen مسك في antibody. طيب أنا عندي immune mechanism إيه؟ إن أنا عندي immune complex. إيه؟ antigen مسك في antibody. وبدأ يترسل في أماكن مختلفة من الـ glomerulus. فبدأ يبوز الـ pores ويعمل لنا الـ diseases. طيب الـ immune complex ده. يعني antigen مع antibody. يا إما الـ antigen والـ antibody لو جايين جاهزين من بره أصلاً. يعني هم مسكوا بعض في الدم. وراحة الـ immune يترسلوا في الـ kidney. فدا بنسميه circulating immune complex. إيه؟ إنه هو جاي جاهز. الـ antigen مسك في الـ antibody. يا إيه قاعد إلى الدم. قاعد يفكر أنا هترسل فيه. هترسل فيه. أم راح قاعد لين في الـ glomerulus. طيب. فيه واحد داني اسمه انسيطو. إيه انسيطو. يعني إيه انسيطو. يعني إذا كان الـ antibody عمالي رفل واحده كده. راح للـ kidney. لا إيه أنتش فيها. بأمسك فيها في الـ kidney. هو ما مسكش في الـ antigen قبل ما يروح الـ kidney. ماشي؟ يبقى circulating immune complex. يعني الـ antigen والـ antibody. جايين مصحبين بعض من الأول جاهزين. وراحوا قاعدوا في الـ kidney. لكن الإنسيطو. immune complex. لا إذا كان الـ antigen ماشي وحده. الـ antibody سوري ماشي وحده. عمالي يدور على الـ antigen. بعد كده مسك في الـ antigen موجود فيه في الـ kidney. هنبدأ نتكلم شوية عن الـ circulating immune complex. لو الـ antigen مسك في الـ antibody. مشوا في الدم وراحوا يترسبوا في الـ glomerulus. طب لما يروحوا يترسبوا في الـ glomerulus. هيحبوا يقعدوا في ما إحنا عندنا أماكن كتير قوي في الـ glomerulus. عشان خاطر الـ antibody يقعد في الـ glomerulus. بيختار مكان من الثلاثة. والكلام ده غاية في الأهمية. يا إما بيترسب في مكان اسمه . يا إما يترسب في منطقة المسانجل. يا إما يترسب في مكان اسمه . طب واحدة واحدة كده. يعني مسانجل عارفينه. إنه بيروح يقعد عند المسانجل. طب يعني إيه . ويعني إيه . كلمة يعني . يعني . يعني . يعني . مترسب . يعني . يعني مترسب . يعني . الم편ة الآملية سوف يتراسب فيه اول مكان يختار ويمكن يتراسب فيه في كثيرت؟ أي ساب اندوسيريا ممكة معنى كده겠지만 oy اما انجب الفنح la Controller يبقى لازم تبقى واحد بالك أو بلما قولك المرض ده في سب اندوسيريال اميون كومبليكس ديبوزيشن على طول يبقى تبقى تقولي ان الكبني هنا او الكرميري الاس هنا انفلتريت باي الانتراماتري سيدز ليه بقى؟ لان السب اندوسيريال اميون كومبليكس ديبوزيشن لقلقوه بيكتبات الكومبليمت سيسم الكومبليمت ده؟ الكومبليمت ده جزء من الاميوني بتاعنا الكومبليمت اكتيبيشن هما الكومبليمت ده العيلة في كذا كومبليمت فيه سي 3 اربعة كروبايت كامل. ما بتسعة ده عيله كده العيله ده هي عشان يحصدها اكتيبيشن في كذا طريقه. من ضمن الطرق اللي العيله ديبقى اكتيبيت بيها ان انا اكتيبيت واحد من العيله اسم C5 ايه? السي 5 ايه ده وظيفته خدناها قبل كده بيعمل ايه? كيموتاكسس. كفينا الكيموتاكسس؟ يعني ايه كيموتاكسس? يعني ويقعد يسحبني فالسط فالسط بييقف بالذات اللي هو تليه خمسة ايه اللي هو بتعمين بتاع الكيموتاكسس طالما عمل كيموتاكسسي بلا يجدني مليانة ايه؟ مليانة وكمان اللي تبدأ تطلع البروتسوليتك انزايين اللي فيها اللي اسموهم بروتيزيز اللي بيبدأوا يكسروه في الجلوميريال فيقصروا النصفة بتاعتنا وكمان بيحسر عندنا اللي طلعه يبدأ يحسر عندي بالسلز اللي موجودة في الجلوميريالس مين هما السلز الجلوميريالس؟ وفيسيران وإندوسيليال وميسانجيال كل دولهم يحسر لهم ايه؟ يبقى لما دي اقولك ان المرض ده بيحصل فيه من الكلمة دي بس بس تقدر تقلق الميكروسكوبيك فيكتر بك المرض ده تقدر تبقى عارف ان الجلوميريالس هنالها تبقى بإنفتريت بإنفلاماتري سنز وتقدر تبقى عارف ان يكون عندي بالسلز اللي موجودة في الجلوميريالس اللي هما براية الوبصرة الوبسانجيال وإندوسيليالس بيحصلة من الإنفليش علشان خاطر السلز اللي بتتع من الإنفليش تمام؟ بيقوليها بفتها الخلايا دي ماشي؟ يبقى أنا عندي هنا أول حالة بالميون كومبليكس دي بوزيشن السلز اللي ميون كومبليكس دي بوزيشن يعني بيتراثب فين؟ بين الاندوسيليا وبتوين الفيزمنت تمام؟ فيبدأ يعمل لي ايه؟ طبما في سلز اللي ميون كومبليكس دي بوزيشن على طول ده اكبر انفليشن لان هو بييأكتبات الكمتيمت اللي هو الكيموتاكتك فاكتور بتاعك اللي هو سلي خانس إيه؟ فيبدأ يعملي ريكروزمنت يجيب نيوتروفينس اللي هم أصلا يقصر في الجولوميريول الرسمين وكمان يبقى يشبا تعنيها اللي بتعنيها المرة الجاية هناك نوع من أنواع الجولوميريول اسمه البوستستريبتوك الجولوميريول نيفرايتس، هقولك اليمون كومبليكس بيثراست في يتم بقي العريق و كل الفرد رائع بها تمام كده ثاني حاجه اليميون ممكن يترسط فيها منطقة الميسانجل ثلو ميسانجل ماتريكس و ثاني حاجه اليميون كمبلكس لتترسط فيها يعني ايه صبت ابيسيليل سبت ابيسيليل يعني اليميون كمبلكس مثل الترصد بين مبسات والقروج لمبإ وجه Secondということ لكن لو ترصف بين البودوسيط والجولوميري يربز من الممبريني بقسمه وصفت إبيثيليل وصفت إبيثيليل مصفت إبيثيليل إميون كومفليكس ديبوزيشن لأقول إن هو ليه نون إمكلماتر إفكت هو قد ممكن يعمل كومفليمينت أكتيفاشن بس مش بيأكتيفات الحاجات اللي بتجيب إيه؟ إمكلمات تمام؟ إحنا عندنا الكومفليمينت بيشتغل طرق كتير جدا يعني الكومفليمينت ممكن يدمر الخلية عن طريق الاكتيفاشن بتاع الكوتيزيس اللي جاءة لكومفليميشن اللي هو الكيموتاكسك فاكتور سبعته في كومفليمينت تاني بيشتغل ان هو ممكن هو شخصيا اسمه اللي هو الايه؟ الماك اللي هو بيمسك اللي هو الايه؟ اللي هو الممبرين أتاك كومفليكس يمسك الممبرين بتاع الخلية ويدمره مدير اي إمكلميشن على اي فاجة فإحنا عندنا الصفت إبيثيليل إيون كومفليكس ديبوزيشن تمام؟ يبقى تبقى عارف دول قاعدتين أساسييتين عندنا في الجولوميرونيكرايتس ان اي جولوميرونيكرايتس فيها صفت إنتوسيليل ديبوزيشن يبقى تقول معها ايه؟ انفلاميشن لكن اي جولوميرونيكرايتس معها صفت إبيثيليل إميون كومفليكس ديبوزيشن مش اقول معيها انفلاميشن تمام؟ بالنسبة عندنا بقى للإميون كومفليكس أما يجي دولة مجدى اللي هما سيركيولاتري لما الإميون كومفليكس بقى ما يبقىش سيركيولاتري ومالي بقى ايه؟ يبقى انا عند كده عمالي يتمشى بالدم وراح مسك اه سولي انت باضي عمالي يتمشى بالدم وراح مسكت انتجن في الكدني الانت هنا اللي موجود في الكدني يمكن يقصح حاجة من الاتنين يمع انتجن اللي هو الانتجن في الكدني وراح نخلقه أساسا في الكدني زي مثلا اللي هو الانتجن روجودة جوه الاسمينت الممبرين الاسمينت الممبرين نا مصناه من الكلاجن فممكن الانتي باضي يجي يهاجم الكلاجن بتاع الاسمينت الممبرين ده تمام؟ يأما يكون الانتي بادي جاي يهاجم انتجن هو مش طبع الكيدني بس هو امبلانتد عليها زي مثلا ممكن يكون بعض الادوية تشتغل انك تبقى ايه؟ تبقى تشتغلها اتعمل زي انتجن تيجي ترزق نفسها على الكودوسايت هي مش طبع الكيدني صح؟ هي حاجة جاي امبلانتد انتجن فييجي انتي بادي يمسك بيها وهي موجودة على مين على الكيدني يبقى الاثنين اسمهم انسايتو اميون كومفلكس يعني انسايتو يعني انتي بادي عمالي اتمشه راح مسك في انتجن في الكيدني الانتجن الموجود في الكيدني ده اما هو اصلا فارت من الكيدني زي الانتجن ده برميري لرباز منت ممبرين اما الانتجن ده مش فارت من الكيدني ولا حاجة ده غريب عنها بس هو لازم فيها في الانتبادي جاي لزي احنا تمام؟ الاثنين دولا مسؤون انسايتو اميون كومفلكس وانا اخد لهم امثلة وانحنا بناخد الاثنين اشهر مثلا في الانسايتو اميون كومفلكس اللي هو انتي بادي عمالي الكيدني بيعمل مرض شهير جدا او سندرون شهيرة جدا اسمع الاثنين وهنا اخدها الانتجن او انتي بادي بيجي اجنس لجولوميري لرباز منت ممبرين فيعمل لنا ميمونيا فرعيان ييجي بس فيرات والفيرير والفيرير والكوح ده يبقى عنده نيموتس وعنده ديماتوريا ودي من الهاجات اللي بتعمل لنا كريسين بروميرونيفراتيس هناخدها ان شاء الله في الربدي كوريسي بروميرونيفراتيس احنا بقى ادخلوا بيها بقى. تمام? خدوا بقى حاجة مهمة جدا هنا. احنا عشان نشخص امراض الكلة لازم نعتمد على ثلاث حاجات اساسية. اولا بنعتمد على شكل الكيدني ديزيز ده باللايت مايكروسكوب. ايه اللي هي اللي احنا بنشوف بنشوف في الاسم اللواتي. كمال بنحتاج حاجة مهمة جدا اسمها الالكترون مايكروسكوب. ده مش موجود عندنا اصلا في القصر العين. موجود في اماكن تادي. اه. تمام؟ تادي في الهيستولوج. نعتمد مش موجود عندنا احنا في الهيستولوج. بس هو مهم جدا بتشخيص امراض الكلام. عندنا التالت حاجة حاجة اسمها النيونو فيلوريسنت مايكروسكوب. يبقى انا عندنا ثلاث انواع الميكروسكوبات كلهم بكملوا بعض بتشخيص امراض الكلام. انا بصيت تحت الميكروسكوب لقيت حاجة معينة باللايت مايكروسكوب. شكيت بحاجة معينة بالالكترون مايكروسكوب. ده اكدها لي واكدها لي الاميونو فلوريسنت. افتر حاجة بتوريني الاميون كومبلكس ديبوزيشن في الكيدني هو مين? هو الإميونو فلوريسنت مايكروسكوب. الإميونو فلوريسنت مايكروسكوب بيديني صورة كده خلفية سودة و التبقى ماويصل عليها لونها أخدر. according to that, ماشي.嗎? بتبقى خلفية سودة والوجلوم Fair life بتظهر باللون الأخدر. طيب، فكل مرض من أمراض كده هناخد شكله بالليف مايكروسكوب والإليكترون مايكروسكوب والإميونو فلوريسنت أنا أجيب سلطة الكلامة دلوقتي ليه؟ عشان حاضر الامحة بما أننا بنتكلم عن الإميون كومبليكس في الكدني ما ينفعش أتكلم عليها من يلما أجيب سلطة الإميونو فلوريسنت مايكروسكوب طيب، ودي قاعدة هنطفئ عليها وهدفتنة جداً في الأمراض اللي جاية أي مرض فيه إميون كومبليكس ده، أولاً إميون كومبليكس ده، هارخوا بإميلي بالإميونو فلوريسنت طيب، شكله هيبقى عامل زيج الإميونو فلوريسنت لو أنا عندي الجنوميريلس بالمنظر ده كده، والأرضية اللي وراها هينكروسكوب والجنوميريلس هنبقى حضرة بالإميونو فلوريسنت الإميون كومبليكس ديبوزيشن في الكدني هيخدي شكل من الاتنين يا إما جرانيولر، يعني إيه جرانيولر؟ يعني لقيه قابل كده من فوق الجرانيولر فكده اسمه إيه؟ جرانيولر يا إميون كومبليكس ديبوزيشن هيكون مجرد بس مدخل لفلوريسنت من غير مايعمل فيه جرانيولارتي ولا أي إليفكشن، ودي يسموه إيه؟ إميون كومبليكس ديبوزيشن، يبقى الإميون كومبليكس ديبوزيشن في الكدني يا إما هيخد شكل الجرانيولر، يبقى هتبقى يعمل قابل كده من فوق الجرانيولر إليف كومبليكس ديبوزيشن، يعني عامل إيه؟ حمس، زي اللي تتجمل لك، تمام؟ يا إما الإميون كومبليكس مجرد بس يدخن البيزمينت ديبوزيشن، من غير ما يعمل أي جرانيولارتي، فدي يسموه إليف كومبليكس ديبوزيشن، طبعا هسألكوا سؤال، تفتكروا مين في دورم بيعمل إليف كومبليكس ديبوزيشن، من غير ما تبصوا؟ مين الإميون كومبليكس بيكون مش بارس؟ بيروح يأتاكي الفيزمينت ميمبرين؟ أيوة، اللي بيأتاكي الفيزمينت ميمبرين، لأن الإميون كومبليكس قاعد جوة الفيزمينت ميمبرين، ولا قابل فوق ولا قابل تحت، صح؟ يبقى الإميون كومبليكس ديبوزيشن، اللي هو بيكون عندي أنتي بادي أجنس أجن موجود في الفيزمينت ميمبرين، ده الوحيد اللي بيعمل إيه؟ linear immune complex deposition لكن إذا أنا عندي antibody against antigen implanted على 향ات التثبيات هيبقى granular أعلى أو linear? granular طبعاً لأنه قابل، صحة؟ طالح لفور إذا أنا عندي immune complex.. فوق صفت إبسيليا بين المجلوميوري الأبسلية المبرالي الفتوصيتي شكله إيه؟ granular أعلى أو linear؟ granular إذا هو انتهت هنا بين الإنبسيليا وبين المجلوميوري الأبسلية المبرالي العامة الحفظة دي هيبقى إيه برضو؟ هيبقى جراميولاريكا ما دي حاجة مهمة جدا من القواعد اللي نعرفها الساب إيبيثيبير والساب إندوسيليال إميون كمبليكس والإنسائل إميون كمبليكس كل دولة بيطلعوني إيه في الإميون فلوريسنت مايجرسكوب بيطلعوني شكلهم بالمنظر ده آدي بولوميري بسهيل لأنه أخضر على حدية سوري وشايفين الإميون كمبليكس عمل إزاي؟ عمل جراميولاريتي يسمونه اللي هو إيه؟ اللي هو طالع إيه؟ عمل جراميولاريتي تمام؟ لكن لو أنا عند الإميون كمبليكس هنا قد أصلا الانتجين أصلا الانتجين أصلا موجود ده وأصلا استراكشن من البازمينت وجي الانتباضي إتفاعل نعم هو البازمينت ولا في أي جراميولاريتي ولا أي حاجة فده يعمل لي إميون كمبليكس تماشي؟ نعم. كمبليكس عمل جراميولاريتي كمبليكس عمل جراميولاريتي او بس بارس مش جوه البازمينت من برين شخصية يبارس لهو يبارس بتاعتي تمام؟ فعلشان كده بيكون بيعمل جراميولاريتي اللي ما بيعملش جراميولاريتي هو لو الأنتجين أصلا موجود من البازمينت ماشي؟ يبقى لتانا بقول ده كلام في غاية الأهمية مهم جدا 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 وسؤال الوحدة يعني وممكن الميكانيزمة ده يجي سؤال الوحدة في المتحان ويجي قبل كده الإميون أو اللي هو الميكانيزمة ويجي قبل كده أبقى عارف انه هو إما سكندري أو بريماري والبريماري ده إميون إيه ده؟ يا سكندري؟ يا بريماري يا إميون يا نان إميون الإميون ده يعني ده إميون كمتلكس الانتجين أنتي باضي الانتجين أنتي باضي ده إما سيركولاتري إما إنسان لو سيركولاتري هيروحي يقعدين هيقعدين من الثلاثة يقعدين إما صبق إبثيليل بين البولوسايد والجروميري الرباسمنت ميمبرين وده ناني انتنا ماترين يقعدين 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 بين الجروميري الرباسمنت ميمبرين والإندلسيليم وده يتكفيط الكمليمينت أو الكينوتاكتك فاكتور فتبقى تعملي إيه جيبلي نوتروفينس لكل الخلايا الموجودة في الجروميري الدجني في الجروميري البرسيليم يقعد يقعدين طيب لو هو يمسك في بلونت الانتجن يقعد في الانتجن كل دولا ميكروسكوبي لكن الانتجن لما يمسك في الانتجن هو ميكروسكوبي زي ما يمسك في الكلوجين بيعمل ميكروسكوبي 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 تمام؟ بعد كده ممكن الكيدنين بشكل ميكروسكوبي زي موانتلكم من شوية ساعات بيكون في ميوتاشن في جينز خاصة بموتينز موجودة في البوتوسايد في ميكروسكوبي زي حاجة اسمها جودوسين و حاجة اسمها نفرل ممكن يحصل في البوتينز لو يحصل ميوتاشن يحصل يعني بدل مكانك لها رجلين باعت ما لها؟ باعت فلات تمام؟ ايه اللي يحصل لها؟ لها ميوتاشن في جين جينز موجودة دوه البوتوسايدز اسمهم بوتوسين و اسمهم نفرل حصل ميوتاشن دول بروتيت حصل ميوتاشن من جينز باعتها خلت البوتوسايد بدل نفرشكلها كده باشكلها كده فالنصفة بضع من غير اي اميون تمام؟ ايه مشترك؟ اكنا قلناه ده مفهوم لو مش مفهوم ما هتنفرشكلة كبيرة بعد كده تمام؟ pourquoi لانا قلنا ايه الدائ answered sgmental او sgmental وعكس Nous مفهوم شعور وهنا بوا rat ده اسمه ايه؟ segmental. تمام؟ لكن كلمة global يعني ديزيز واحد كل الكلوميرلس. انا متكلم عن مستوى الكلوميرلس الوحدة. يبقى segmental يعني واحد ايه؟ قصق الكلوميرلس. لكن global يعني واحد الكلوميرلس كلها. خيب لما الديزيز يبقى focal. يعني ايه focal؟ لما لا يكون عندي عينة عن رينلس بياخده عشان يشخصه بياخده كور بيوبسي. بيدخلوا كده بابرة ويسحبوا كده عينة من الكلوميرلس. كمنا عاملة زي الفتلة كده. الفتلة دي بتكون مجموعة مدل جلوميرللس ومجموعة من التبيوت. ما انا خدالها بشخص الكلوميرلس اللي عنده ده هون. طيب لو انا شرط المرض اللي عند الانسان ده. لو انا عندي مثلا هده في العينة اللي انا خدتها كان فيه مثلا 20 جلوميرلس. لو المرض ده واحد اقل من 50% من الجلوميرللال اللي عندي. فالمرض ده سعيحة بنسميه ايه? focal. يعني ايه focal؟ يعني واحد اقل من 50% من الجلوميرللال اللي جايني في العينة. طب لو واحد اكتر من 50% من الجلوميرلاللال اللي هي سعيحة هيسموه diffuse. يبقى كلمة segmental global على مستوى الايه؟ الجلوميرلس الواحدة. لكن الكهن اللي تفوق الوديفينوز على المستوى مين؟ في كل الجلوميرلال اللي جايني. ماشي؟ وده؟ نعم. نعم. نحن ناخد فعل السبسة التي تبقى عبوسي. ليه عبوسي؟ لا في يعني العشاقات الرينال بايوبسي بيكون ليها. ليها احد اسمي اقول لك اسمها ايه؟ يعني كريتيري. ماشي معينة عشان ترخاص بيه. يعني لو واحد مثلا جاب لك رينال بايوبسي مثلا دكتور ساحبها لك. لقيتش ديها 2 جلوميريولاي بس. ايه بعد شخاصي؟ لا. لازم يجب عينة كويسة. وهم ليهم كده جايدلاينز ماشيين عليها. لازم عدد معين عشان خاطر تبقى العينة داية. اقدر شخصي. ماشي؟ يبقى احنا عندنا سجمنتل يعني واحد جزء من الجلوميريولاي. وجلوبال يعني واحد كل الجلوميريولاي. لكن فوقها اقل من 50% من الجلوميريولاي كلها. لانما ديفيوز يعني ايه؟ اكتر من 50% من الجلوميريولاي. تمام؟ طفل. اما يتقللي المرض اللي عندي دا عمل ممبرايناس نيفروبةسي. يعني ايه ممبرايناس؟ يبقى المرض مين الي موجود فين؟ مروا عريم الممبراينل. الوى مين الممبراينده؟ والأهمال Brural Ableancement Menbrane. ماشي؟ طب لما يتقللي المرض ده Proliferative. مأيه. Proliferative. يعني Proliferative بتاع كل الخلال اللي عندي بقى. بس زرال، وبراية، والواعداء وأمدوسرية والواسانجار. ده معنى ديزيز زيه؟ Proliferative. لذلك عن مرض بسبب المبران يشبه المبران يوريصيت في الجرميريا طيب يعني ايه كريسنت يعني بيها ايه الكريسنت الكريسنت بيزيلي السلز مع الانتراماتوي طيب يعني ايه ممبريناس يعني الجرميريونيفرايتس عمزة يعني ايه ممبرينا يعني سكينج للممبرينا مع لكل الخلاجة يعني ايه يعني ايه يعني فيه جزء من الكريسنت يعني ايه يعني دزيز فيه ايه يعني فيه عندنا من ال والباريطان افلى هنا الكريسنت تمام؟ حسنا خدنا كمان مين هي النفروتك خدنا يعني ايه يعني واحد عندي دزيز اكيوت ضمر الكدني في خلال ايام او اسابية يعني ايه رابط دي بروغريسف كيدني انجري دي اكتر من الاكيوت كمان زي حاجات الكامل ايه خريسنت طب يعني ايه اندستيج كيدني ديزيز او حاجة ايه 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 ماشي هنتقل نتكلم عن المرحلة التالتة من الرينا الانجري وهي مرحلة نفروتك سندروم هنتكلم عن المرحلة التالتة والرابعة والخمسة وستثة النفروتك سندروم والنفروتك سندروم والخريسنت والاندستيج كيدني ديزيز هنقول بيحصل فيهم ايه بالزبط وبعد كده نرجع نتكلم بتفاصيل اكتر عن الميكاناسم هو في الانسان اولا النفروتك سندروم ده هي تعني كلمة سندروم سندروم يعني مجموعة من سندروم التي تحصلت في الانسان مش حاجة واحدة ده بيكون عنده مجموعة من السندروم النفروتك سندروم فيها خمسة حاجات الاساسيين الخمس حاجات دولة معنى في نارة تفسير كل واحدة اول حاجة فيه ان سندروم الانسان يكون عنده يعني ايه يعني ايزيمة في كل الافزاق جسمه ايديه وريكليه ووشه ودايما يا ولاد الايزيمة بتاعت في كل الجسم بس بتكون بتكون في منطقة الاي فتلاقي عيان الرينا اللي هو عنده ايديمة جسمه كله مورم بس اكتر حاجة نبحث فيها الورم هي ايه الايلد يعني ايه كدة طلع الورم من كتر ايديمة طيب انا عندي ايديمة تاني حاجة العيان عنده يعني ايه كلمة يعني كوتين بينزل في اليورن وممكن بدلا ما اقول كوتينوريا اقول لان ده المين الروتين اللي بينزل في اليورن بس لازم ابقى اعرف ان الروتين اللي بينزل في اليورن اكتر من ثلاثة ونص جرام فير دي وده اللي بسميه نيفرولوجي لما تروفوا كدة اي رعاية كلا او اي اسم بتاع نيفرولوجي في البطنة او رعاية البطنة او الحاجات تي هتلاقوا اهم حاجة في عيان الكلا انهم يحسبون اليورن او الكوت بتاعه يشوفوا بيجب اليورن قدل ايه في اليوم وكمية البروتين في اليورن ده فتا موضوع مهم كتا في عيانين الكتني فهم بيجمعوا اليورن في 24 ساعة هنلاقي اكتر من ثلاثة مص جرام استردت في البروتين بما انه في بروتين اوليا بروتيين عامال ينزل في اليورن هنلاقي الدم بتاعنا بروتين انزل في قليل ولا كثير المن يبقى ان عندي حي او الكومينية يعني الحي اولي يكون أقال من ثلاثة جرام وليس ليورن ويكون هذه الآيبرا عيان يعني الدم بتاعه في دهون زيادة والتي الدهون وتنزل في اليورن فيجيله حاجة اسمها الليبيدوريا. وهنقول له نعرف لي دي الوقت. يبقى خمس حاجات اساسيين في انفعيان النفروتيك سندروم. جنرالايز ديكيما. روتينوريا. نفروتيك رينج. هو النفروتيك رينج غير اكتر من ثلاثة ونوز جرام بالدي. هيكون الكومينيميا. يعني القلبي من الدم قليل اقل من ثلاثة جرام بير دي سي لتر. وعنده هايبر لبيديميا. الدهون في الدم. زيادة. وعنده لبيدوريا. يعني الدهون الى نزلة في اليورين كثير. طيب. لو نفكر كده. هو الليفر بتاعنا. لو انتم فكرين يعني ما انا اقول. هو الليفر بتاعنا. بيصنع قد ايه؟ بروتين في اليوم. مش فكرين. يعني انا اتحكي لكم باي رقم. الليفر بتاعنا بيطلع من 9 ل 12 جرام من البروتين في اليوم. طيب لو او 9 او 12 جرام دولا نازل منهم 3.5 في اليورين. ليه الانساني بامريد؟ ما هو عنده كتير جوا. لان مش كل يعني هو الليفر كل اللي بيصنعه بينزل في اليورين وكل حاجة. بس اللي بينزل فعاليا في اليورين هم 3.5 جرام. لكن بقية الكوتينز بتتكسر عن طريق مين؟ بتتكسر عن طريق الخلائد. بتتكسر عن طريق الخلائد هنا. to proximal convoluted tubule. يبقى فيه البروتين ينزل في اليورين. وفيه البروتين بيحصل لها break down هنا في proximal convoluted tubule. علشان كده انا بلاقي بس في اليورين ثلاثة ونصف جرام. لكن الباقي أوب ينزل بس ينزل تتكسر فين عن طريق proximal convoluted tubule. تمام؟ المهم. عايزين تكسر فقط كل حاجة من الهاجات بتاعة النفروتك سندروم دي. طبعا المشكلة عندنا في امراض كتير قوي هناخدها. الامراض دي بتمنفست بان لها عندها انسان بيبقى بيتظهر عليه المرض عن هون عنده نبروتك سندروم에 dictionary مع اختلاف السبب. في ناس السبب عندها تكون feared acid based fat content because the food subume بتاعة الفيوتور بيقى flat. يعني ما بقاش فيه repluned دي. ما بقاش فيه flavят بق absorbed food side food process يعني بدل ما الفيوتور سايات عfortable كده لأنه ليس بقيت عب disso true. ما بقاش فيه food process دي فإحنا قثرنا على من على dissipation membrane. ودا هذا أشهر مثال بيحصل بسببه أن نفروتيك سندروم في كذا مجموعة من الأمراض هناك أشياء ثانية سببها إميون كومبليكسيز هناك أسباب كثير أو يبنج أن تؤدي للإنسان يجعله نفروتيك سندروم لأنه ليس مرض واحد بس الذي يمانيفسط نفروتيك سندروم لأنه مجموعة من الأمراض وهناكد كل واحد بالتفصيل مع السبب لكن المحصلة عندي أن هذا الإنسان وهناك الكدني بدأ التعدي بروتين أكثر من ثلاثة ونصف جرام برد طيب الفروتين عندما ينزل في اليورين ماذا يحصل؟ عندما ينزل في اليورين اتفقنا الدم في الدم العيان سيجعله هايكو الكومينيميا طيب أنا عندي بلات بيس لها البلات بيس فيه عندنا اثنين بريشر حيضروستاتيك بريشر وإيه كمان؟ مين المسارة عن حيضروستاتيك بريشر ده؟ البلازما كوتين طيب البلازما كوتين يبقى حيضروستاتيك بريشر ده ماله؟ هيئن جدا صح؟ يبقى مين اللي هياخد الابرهند؟ الهيضروستاتيك ده بيزوء فلود ولا بيسحب فلود؟ بيزوء فلود بره الفلود فالفلود يبدأ يتجمع فيه في الإنفرستيشيو يعني اللي هي المنطقة اللي حوالين البلات بيسل علشان كده العيال هيمانيفست بإيه؟ في إيديمة في إيديمة؟ المي عمالة تضع بره البلات بيسل وعمالة تتحوش فيه في الإنفرستيشيو فطبيعي على إيه الإنسان جسمه كله مورم فطب ده مشكلة وبس لازم تبقى عارفين أن الإيديمة فاعتررين الدزيز تكون مسب إيديمة عدتا مو أنا صارفة أنا صارفة يعني جنراليز ده إيديمة وعنيفة جدا طيب طب إيه اللي خل الإيديمة عنيفة؟ هل شوية الفلود المخارج في الإنفرستيشيو ده؟ لأ دي في حاجة تانية هو الفلود لما حرق بره الإنفرستيشيو هل الفلود اللي موجود ده هو البلات بيسل بقى نسبته قليلة ولا زيادة؟ قلب يعني كيه هيمو كونسنتريشن ولا هيمو دايديوشن؟ هيمو كونسنتريشن إتنا ما بقى مركز لأن أنا عمل أطلع إيه؟ منه مية طيب الهيمو كونسنتريشن ده بيسلس حاجة عندنا موجودة فوق في البلين في الهيث أصلاح حاجة اسمها الأزمو ريسيبتور فالأزمو ريسيبتور زائم تزبط أن الدم ولا يبقى كونسنتريتد ولا يبقى دايديوود ولا فيه مية كثيرة ولا فيه مية قليلة فأي بدأ القسون ريسيبتورز دي اختلعها استيميوليشن و تبدأ تزاويد البرودكشن بتعميه الأنسي دايورياتيك هورمون تمام؟ ليه؟ لأن الدم المية فيه قليلة فأنا عايز أمنع دايوريسيز عايز أمنع إنزول المية في اليوريت فبدأ أعمل بالتانشن للووتر طب، لما نطلع عن أنت دايوريك هورمون ده و نبدأ أعماليه نحبش مية في جسمنا مش ده يزاود دينا الإيديمة؟ إذا ودينا الإيديمة طيب وهي تابع؟ الهدف فلاتبسل فلود يطلع لان الكزميزة قليلة والهيبروستاتيك عالية فالفلود يطلع براه فلاتبسل ويتحوش في الانترستيشيار هل الدم اللي رايح للأورجنز بتاعتنا هايكون كويس ولا هايكون فيه هايكوكورفيوجن؟ هايكوكورفيوجن، لان انا مقلل الفلود اللي موجود في السيركوليشن مين اكتر أورجنز من اكتر الأورجنز اللي تبقى افكتت بالهايكوكورفيوجن؟ الكدني، البلين، ولكدني بس الكدني بيكون لها رد عنه against the hyperperfusion ده ما استحملهوش اول مادة من يروح الكدني بقريت تبدأ يحصل استميوريشن لسيستم اسمه الرنان انجو تنسين سيستم تبدأ الكدني بطلع حاجة اسمها رنان الرنان ده بيحول مادة اسمها انجو تنسينوشن لانجو تنسين وان والانجو تنسين وان يتحول لحاجة اسمها انجو تنسين تومش مهم من حوار ده المهمة محصلة بتعرن الانجو تنسين سيستم نوه بيعمل ايه؟ بيعمل لي يعني بيضيق طب انا ضيقت ال الهيجروسات كده هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد بقى فيه مور وهيزيد بقى فيه مور فلوت هيطلع منين؟ من ال يبقى انا برضو محصش ان انا زودت ايه؟ زودت الايديمة طيب ايه كمان؟ لما الانجو تنسين سيستم بيشتغل مش مجرد بس نوه بيعمل بوزول كونستريكشن لليه افكت كمان بيروح يشتغل على الادرينا الكورتكس يعني هي الادرينا الكورتكس بيروح يشتغل على الادرينا الكورتكس ويبقى ال بتاع هرمون اسمه الالدوستيرون الالدوستيرون ده بيعمل ايه؟ بيعمل صوتووتا ريتينشن صوتووتا ريتينشن هيعمل ايه؟ هيعمل برضو ايديمه عشان كده العيام بتاع الالدوستيرون بيكون عنده مسب ايديمه ليه عنده مسب ايديمه؟ عماني ينزل كوتينز فليورد عند الدم المفروضه يكون مع الاسمواتيك بريشر طب الاسمواتيك بريشر وقع في الارض ان الكوتينز عمالها تمزل في اليوريد. يا مين اللي بافت الأفر هاند؟ الهيروستاتيك بريشر. قلنا ده قوة زقق ولا سحق؟ لأ ده قوة زقق في زقق الفلويد من جوه لبره البلوط بيسيب. فيعمل لي انترستيشيال اديمة. طيب الفلويد عمال يطلع من البلوط بيسيب. الدم يحصله هيمو. يبدأ يشغل من الأزموريسيكسورز الفوق في الهيكوثيرما. فتطلعها تزاود انتدايوات الهرمون عشان خاطر ايه؟ تمنع الهيبو كونسانتريشن ده. طب انتدايواتيك هرمون. يعمل ايه؟ مور ريتينشن. مور اديمة. طيب الفلويد عمال يطلع من البلوط بيسيب. يبقى الرايحة الورجن هيبقى ولاية. مين اللي هيتأثر؟ الكيدني. تبدأ يشغل الريمن انجوتينسون سيستم. يعمل لي حاجتين. بازو كونستريكشن فيزود الهيديوستيك بريشر ويزود الاديمة. وكمان يروح على سوبرا رينا. ليطلع مين؟ ألوستيرو. صورة الووتر ريتينشن فيزود الايه؟ الاديمة. عشان كده رعيان ان عنده نيفروتيك سندروم بيكون عنده اديمة عنيفة كده. طيب احنا كده عرفنا ليه في اديمة? وليه في بروتينوريا? عشان النصفة بايزة. لأسباب كثير هنقولها. والبروتينوريا بالتالي يؤدي الى وهيكم الفيومينيميا. نصري من هذا الى 3 حاجات من الى؟ من النفروتيك سندروم. نصر لنا الهيبرديميا والليبيديميا. طيب. البروتين في الريمن العمالي عمالي يصنعها عماله تنزل في اليوريد و تنزل في اليوريد. ليس الريمن هيتطمئة. هيبقى مفرود اعمل ايه؟ لازم يكمنزل. يعمل اي حاجة بعويضية شان يعود الحالة الآمالة تنزل في اليوريد. فمن ضمن الكمنسيشن بتاع الريمن. انه هو بيزود اليمن ب تعميل بتاع اللايكو بروتينز. فلما يزود الـ production بقية اللايكو بروتينز بنوع من أنواع الـ compensation تبدأ اللايكو بروتينز دي. تزيد في الدم وبالتالي تزيد في اليورد. عشان كده الإنسان عنده hyper-lipidemia بالتالي عنده ليبيدوريا لأن الليبر بيطال مع اللايكو بروتينز كتير قوي كنوع من الـ compensation. وكده إحنا فصلنا ليه في generalized lymphoma وليه في بروتينوريا وhyper-lipidemia وليبيدوريا. تمام؟ في مشكلة؟ مجموعة الـ diseases اللي عندنا في المنهج اللي بتعمل لنا نيفروتك سندروم. أنا أخدهم كلهم بالتفصيل. مرض اسمه minimal change disease وده أشهر مرض يعمل نيفروتك سندروم في الأطفال. مرض تاني اسمه membranus nephropathy ومرض اسمه membranus proliferative. جولوميريون نيفرويتس secondary لأيدي زيزي. يعني ايه secondary؟ هقول لكم كمان شوية ان جولوميريون نيفرويتس بشكلتكم المشكلة في الكيلني. ممكن يكون عيان عنده ديابيتس. عنده سيستيمي كلوب. بس عنده مرة ثلاثة يؤدي الى جولوميريون نيفرويتس. سوفكم من الكلام ده ونقوم بتحصيل كواه. سوف نقوم بتحصيل كواه. ده ده ديزيز نيفرويتس اللي بتعمل لنا نيفرويتك سندروم. وناكو ببالنا كويرس جدا ان ده الموست كومان كوز نيفرويتك سندروم في الأطفال الصغيرين. من سنة الخمس أو سفع سنين. يبدو ما جاء لكم ايه هو الموست كومان كوز عن نيفرويتك سندروم في الأطفال. على كل الماني مالي تشينج ديزيز. ايه المشكلة؟ المشكلة هي ممكن اصلا ما يبقاش فيه سبب. يا اما فيه جيناتك كميوتيشن اجانس البودوسين. اللي هو البروتين بتاع البودوسين. فعملني افلسمنت بتاع الفود بروسيس. الفود بروسيس بات البودوسايس. بدل ما فيه عندي هنا. فلتريشن والحاجات دي كلها لأ. بايت افلس. بايت متصوية بالأرض. ماشي؟ فطبعا النصفة بازك. فبالتالي انه حصل؟ العيان عمان ينزل بروتين في اليوري. وداكن في نيفرويتك سندروم. طيب. العيان ده باللايت مايكروسكوب. متيش اي تشينج. 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 لانه اصلا المشكلة عندي هنا. متيش اي ميون ميكانات. لكن الحاجة الوحيدة التي تتباين في الفيس من التانيين. هو الالكترون مايكروسكوب. الكراليكا 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 نتروتك سندروم. تشينج. ماشي؟ العيانين انه هم بيكونوا بيريزيست الاستيرويد. وميزلوش اي ريسفونس كويس للعلاج. اللي هم الماني مايكروسين للدزيز. ياما بيروف يحصل لهم. ياما في بعض النظليات او بعض الدراسات قالت ان العيانين اللي هم يعني استيرويد ساعات بيتحولوا الديزيز تاني اسمه ده برضو من اشهر الامراض او اشهر مرأ بيعمل نفروتك سندرون في الاضلت. الكبار شويه. ماشي محدش عندوكو في البكاء مكتوب الممبريناس نفروتك. من واحدة المستقيمة اللي بيعمل نفروتك سندرون في الاضلت. ماشي؟ ما قالكش هو المستقيمة. مين ما قال المستقيمة؟ ديزيز اللي بيعمل لفروتك سندرون في الاضل هو الافي اس جيز. تمام؟ محدش يقولي الممبريناس ده هات. اشهر سبب بيعمل لفروتك سندرون في الكبار هو مين؟ الفروتك ستمنتا جلوميروليستيروسيس. الفروتك ستمنتا جلوميروليستيروسيس ده بيديفلوب ازاي؟ ياما فرايماري واحد فابقه كده جاله منزير اي مقدمات. ياما ساكندري لانفكشن زي الهيباطايتس. وساكندري لحكتين مهمين جدا 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 اللي تبقى عارفين. اولا للاتش اي بي انفكشن. الناس اللي عندها ايدس. والد جدا في داخلهم. ساكندري للاتش اي بي انفكشن. ياما الناس بادكس للهيروين. دايما برضو الناس اللي هما ادلتس للهيروين يجيلهم اف اس جي اس ساكندري للادكشن. وفي بعض الدراسات باستمج مذكورة عن دروف الكتاب. بتقول ان الاف اس جي اس ده كأنه متكملة للماني مالي تشينج. الناس اللي هم اظهرتش رس كونسي المين دي للسيروت. لكن المنطوط ماني عارفو ان الاف اس جي اس ده ياما بيبقى اي اي اما فرايماري جاي لكده الواحده. ياما ساكندري. ساكندري مين. الانس واي اما الانس واي اما ساكندري لي. حفتين مهمين جدا اله اي بي لو الاه ايد او الناس اللي هما يدين الهيروين الادرس. ماشي؟ طيب. ايه المشكلة؟ هو اسمه ايه؟ المرض اسمه اسمه؟ فوكل سجمانيكال جولويني للو سكيليروز اس. يعني ايكلم فوكل؟ تفرين لما خدنا ترميناولوجيك الاول؟ يعني ايه المكلم فوكل؟ اقل من خمسين في المية من التوتر نوفر بتاع الكلميراري. يبقى قدم 50 كمية بتعميل التويتر نامر طب يعني ايه جد من سيجمنتر يعني فارت من الجروميري لسي واحدة هو اللي بيحصل في افتكشن يبقى ده فارت من الجروميريوس وقلنا عقصفوك الايه سيجمنتر طب جروميري رجاي من الجروميري وسكيريروزيس يعني ايه كمية سكيريروزيس يعني فإحنا عندنا الدزيز ده بيتميز ان لو انا بقدرينا بايوبسي اقل من 50% من الجروميري اللي بيبقى افكتت عشان كيف ساميه فوكل ولو جيت على مستوى الجروميري لسي واحدة بلاقي بي ايه سيجمنت من الجروميري الارضفط بس هي الختة اللي محتونا بانك دي هي اللي حصل فيها ايه تمام؟ يبقى ده جروميريوس ان انا عندي فوكل بانقصين اقل اقل من 50% من الجروميري اللي عندي افكتت وعندي كمان بيكون سيجمنت ال افكتشن ايه سيجمنت ال افكتشن الي هيا الجينس اللي بتاك注 البودوسين والي بتاكدة النفرم والبودوسين والنفرم والبودوسين والنفرن اللي اتنين باهل cetوبنات معباره عن ايه؟ فعملنا فيهم جيمتك ميوتاشن تاكده ايه الحل neurogempoons ule انقص الكلام ب Hamburger كانhave التنين بسبب البروتينورية san ما هيا fünf ما هو المشكلتين مبقى الشهر رجلين حصل لها complete effacement of the food process هل فيه immune complex deposition؟ مابيش immune complex deposition هنا تماما ولا في الماني مارتشينج ولا في الكوكل سيجمانج تمام؟ الاثنين زوج البروتينوريا وسبب النيترويك سندرونكي هم هو الفيسمنت هو كده الفيسمنت تمام؟ فجل سبب الفيسمنت هنا قالوا ان ساعات التهيت بتانتراب بعض البلازما بروتينز احنا عارقين ان انا عندي الدم ده للجلوميروس وبيعطي على المصفة هنا والدم ده مليان بلازما بروتينز ودي الكابيلرس ساعات الدم وهو ده بانتراب بعض البلازما بروتينز يعني شكل الدم بيتصرف لشوية والبلازما بروتينز بيطروا قاعدين ده الكابيلاري طاقت هنا وبعد ذلك يحصل عليهم هاينينوزس او وهو ده السبب اللي بيحصل سيجمينتال 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 جلوميروس وبيه حاجة مهمة جدا لماعروتك ولازم تبقى عارفينها مش موجودة في الجتاب بس ميتاش من قلهاش وحنا متقرم عن فوكال سيجمينتال جلوميروس ان الجلوميروس هنا مش بس بلاقي فيها الانترابد بلازما بروتينز والفايبروزز لا ده حاجة مهمة جدا هي اللي بتعرّفنا الفوكال سيجمينتال جلوميروس لما بنلاقيها ده الجلوميرولا والخلاة دي هي من الفومي مكروفيت لما بنقي جوه الجلوميروس شخصيا فومي مكروفيت دي اشارة وقحة جدا ان العيان ده عنده الفوكال سيجمينتال جلوميروس وصوره في بلاية النارة تمام؟ في اللايت ميكروسكوب بلاقي ان انا عندي ومعانا كمان بيكون في ايه طب تحت الاميون في حاجة لا ما عنديش اميون كومبليكس هنا خالص طب او مال بالالكتروميكروسكوب في مين العيان ده بيجي يشتكي من ايه بيجي بالبريزنتيشن او منيبسيشن متاع ايه متاعة النيفروتك سندروم طيب ايه الفايف والكمبليكيشن بتاعه العيان ده بيجي يشتكي ممكن يرسوند للستيرويد بس معظم الاحوال بيدبلو انيستيج كيدني ايبا لو انا حطيت الجدوة الدهنة في المانيمال تشينج ايه الحاجة عن ايه انا عندي جدوة ايه في المانيمال تشينج بزيز وجدوة ايه في الاف اس جي اس لو جيت والثلاث اولا الاجي بتاعنا المانيمال تشينج في بس صغيرين من واحدة خمس سنين والاف اس جي اس دهين نتيج الارض لو انا تكلمنا عن الاتيولوجي السبب المانيمال تشينج بزيز غلالا انه بقانون ايتيولوجي بس قالوا ان احيانا انه بقانون ايتيولوجي متى لكن هنا الاف اس جي اس كان مروض ان في ايه ميوتاشن تمام؟ هل الميكانزم بتاعنا بتاع المريض ايني؟ لا طبعا اما الاس سبب؟ عبارة عن ايه؟ اللي اتنين ليشترفو يعني بيه إفاسمينت الفودوسايت بروزيس وطلما عملنا إفاسمينت الفودوسايت بأعلى طول المصفة باضر وعملت عدد فيه طب لو قينا نتكلم بالمورفولوجي تايا تحت اللايت مايكروسكوب المانيو مالتشينج؟ المانيو مالتشينج المانيو مالتشينج المانيو مالتشينج ومالتشينج بيباني سيجمينتال اسكليروزيس مع الكومي ماتوفيج فلإميونو فوريسد ها الاثين فهمன؟ لأنا ماانيش إميون كمفلكس لإميون فوريسد مالتشينج مالتشينج أجل مالتشينج المانيو مالتشينج فلو كنا نتكلم عن الإصالة الفتيت والتعاق المانيو مالتشينج مخصص ثم الفسج غاربا بأثيرود تقريب عملية أحساب المفروسي وغير كاملية. وطبعاً لذلك يتكلم أكثر من المحدثين لتواجد من أمود، سواء أكاين في الدعوات أو الأمود أو الأبود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بلا سبب او سببها انها ممكن تبقى ايه؟ تبقى secondary to other disease و secondary to other disease زي مين؟ زي systemic locus او زي post infection by leucocytitis C او leucocytitis B virus من اسمها كده اسمها الممبرانيس نفرابوسي يعني المشكلة كلها بتكون في الممبراني في القولوميري للباسمينت ممبراني عشان كده سموها ممبرانيس نفرابوسي السبب ليه ان انا بيكون عندي sub-epicillium immune complex deposition يعني انا عندي بيكون فيه antigen وantibodies مفتد في منطقة sub-epicillium وقلنا sub-epicillium بيكون فيه اللي هي بتوين البودوسايت و بتوين glomerular basement membrane ال immune complex deposition ده بيبقى ليه شكل بيقومه spike and doom بيعمل مرتفعاته من حفاظات كده فالspike and doom sub-epicillium immune complex deposition ده زي ما انتو شايفين هو تحت البودوسايت سعراته فبيضغط على البودوسايت فبيعمل ايه للفود بروسيس؟ بيعمل لها effacement يعني الفود بروسيس اصلا سريمة لكن المشكلة عشان خاطر فيه تحتها immune complex deposition عالي فبيعمل لها ايه؟ الفود بروسيس فرعيان ده يبدأ يحصلوا نيفروتك وده الباتوجينيس بتاع الميبريناس نيفروبيسي يبقى الباتوجينيس بتاع الميبريناس نيفروبيسي انها عندي ميبريناس نيفروبيسي بيكون شكله spike and doom طبعا عارفين انه عبتل دومكي عبتل تجمع اكتبيت الكمبيمينت عمليه الصب اي بيسيريم هل هو من الممبرينة هو الممبرينة لانه هو بعيدة عن فالممبرينة بيعملrie للخلية كمان قلنا انه يضغط على فهيعمل لها الفيسمت فالعيان يدخل في حاجة اسمها ليه نفروتك سندروم تماما ليه بحاجة كاركترايزة بأي هابي فوتينوريا أبطو نفروتك رينج زي ما قلنا ليه أبطر من ثلاثة وموص جرام بردي من الفوتين طيب الترانيكال بكتور نفروتك سندروم وده من أشهر أسباب النفروتك سندروم سواء جيل واحده أو جيل سيستيميك لوبوس أو سيكون دريل الانفكشن طيب الفيت بديعه غالبا بيقلب لإيه كرونيك رينال فاليار وإن ستيج كيدني ديزيز طيب المورفولوجي بتاعه لو كنا خدنا باللايت مايكروسكوب بلاقي باللايت مايكروسكوب بلاقي الممبرين تا فيه في ديفيوز سيكيلنج من الممبرين كأنني مسكة مثلا ألم بينك تبعا الممبرين ده تحت الليت مايكروسكوب بيكونوا لونه بينك انكالر كأنني مسكت ألم في رمصة الوزيزة كده وزيتقلت عليه بيحصل فيه ديفيوز سيكيلنج لكن مش قادر أعرف السبب لو جينا عملنا الإلكترون مايكروسكوبي هلايكي إيه؟ هلايكي إلكترون دينستي أو إلكترون دينستي بوزتس موجودة عند منطقة البولوميري لأرقليز من الممبريني طيب لو جينا عملنا إميون فلوريست هلايه إيه؟ هلايه إميون كومبليكس ديبوزيشن في منطقة الصبئيسيليا وهل ده جرانيولر ولا لينيار؟ طبعا هيبقى جرانيولر مرد رابا يبقى عندنا الممبرينو Proliferative glomerulonephritis The type of glomerulonephritis characterized by alteration على مستوى glomerular basement membrane والmessangeum associated with proliferation السمناهم لثلاث أنواع type 1, type 2, type 3 type 1 that characterized by sub-endocelial immune complex deposition which will attract chemo-tactic complement factors which will get inflammatory cells which will be proliferative effect on the mesangeum and the endocelial cells and all of you have found endocapillary proliferation which is called proliferation endocelial and the endocelial cells start to be able to enterposition and the endocelial OR nam 或 ADW SYNDROM وإنسكت غلوميري الأفاسمت الممبرينة لو ضبط على البودوسايتس هيعمل إفاسمت في البروستس بتاعتها والعيين يدخل فيه نيفراتيك سندروبي وهو عندي نيفراتيك وين؟ نيفراتيك بعد كده قلنا الطائب 2 ممبرينة افراتيك غلوميري الأفراتيس هذا يسمونه C3 غلوميري نيفرابيسي علشان أنا عندي إكساسة C3 دي بوستت في منطقة الميسانجة وقلنا إيه اللي زود C3 بالشكل ده إن أنا عندي فيه abnormal complement اسمه C3 نيفراتيك فاكتور منع تكسير الإنزايم اللي هو C3 فالC3 عمال يشتغل ويعمل تليف الجيل C3 C3A وC3B C3B ده دي ممبرينة اه يعني بيمسك فيه الممبرينة بتاع الخلية ويقصرها فبيعملها طبعا دم الجليل الجلوهوريرا وبعد كده قلنا طائب 3 ممبرينة إن أنا عندي sub-endocelial immune complex حسنا لها extension وراحت لين دي منطقة sub-endocelial قلنا في type 1 membrane proliferative لو هجينا شوفنا بالlight microscope هلاقي إن فيه mesengin proliferation وendocelial cell proliferation وفيه seconding الممبرينة الممبرينة بسبب double contouring بس مش هشوف double contouring بالlight microscope طيب لو جينا عملنا بالإلكترون مايكروسكوبي هشوف فيه كعلا double contouring طب لو جينا عملنا immunofluorescent هلاقي فيه granular sub-endocelial immune complex deposition وطبعا الصايت يعني دايما immunofluorescent بيعرفين فيه immune complex granular وللينيوم لكن الصايت هو sub-endocelial اللي بيقول لي علي مين الاليكترون ميكروسكوبي طيب بعد كده طبعا type 3 بيكون في sub-endocelial type 2 بيكون عندي excess C3 موجود في منطقة الميكروسكوبي بيبان شكل granular بالإميون florescent وبيبان بال-EM ان انا عندي electron density في منطقة الميكروسكوبي وبيبان في ميكروسكوبي ان انا عندي بس الميكروسكوبي بعد كده هندقل في great 4 glomerular angel اللي يمين النفريتكسندروب النفريتكسندروب بيكون الانجلي للغولومريولاي عنيف أكثر فالبورز بدل ما بتعدي بروتينز بس بتعدي كمان structures أكبر من البروتينز اللي هم مين؟ اللي هم ال-RBCs يبقى بدل ما الجلومريولاي بتعدي بروتينز بتعدي مين كمان؟ ال-RBCs اما بتيجي تنزل من الخورز اللي هي بايزة بتنزل يعني زي ما يكون ايه ال-RBCs حجمها كبير فبتسكويز نفسها بتوين الخورز اللي هي البيزة تمام؟ ولما تيجي تنزل في التوبيوت ممكن تتحشر شوية في التوبيوت ويبدأ البروتينز يترسفه حوالين ال-RBCs عشان كده التقي العيان ده في اليورن بتاعه فيه هيماتوريا يعني ايه هيماتوريا؟ يعني فيه بلط في اليورن وكمان عنده حاجة اسمها RBC-Cast يعني يعني ال-RBCs نزل وعليها بروتينز استخدق حواليها فمش عنده هيماتوريا بس ده عنده كمان cost من ال-RBCs كلمة يعني حاجة بتـ تمام؟ فيه cost فيه انواع كتير قوي من ال-Cast هناخدها وإحنا بناخد الامراض لما لكتم في امراض طيب من ضمن ال-Cast ده هي الحاجة اسمها RBC-Cast ده ال-RBCs اللي نزله في النفراتيك النفراتيك سندروم بتـ نفسها بتـ نفسها جوة طيب وهي محشورة يعني حصل لها الصخي جوة طيب ممكن بروتينز يترسموا حواليها فيدقوا يعملوا ال-RBCs وحواليها البتينز يسموها ال-RBCs تمام؟ طيب المشكلة ان في النفراتيك سندروم بيكون فيه ال-inflammation عنيف جدا ماشي؟ فال-inflammation لما يكون عنيف احنا خدنا سنة اللي تاجد ان في الأكي حاجة بيحصل فيها ايه؟ ال-inflammation فممكن بعد فترة شوية من ال-inflammation هنلاقي الجلوميريوراي والجلوميريوراي والجلوميريوراي والكابلاري حصل لهم ايه؟ فلما بيحصل لهم ال-inflammation بيقللوا شوية الفلود الفلود مش قادر يعدى من الجلوميريوراي المشكلة فبنلاقي بعد فترة العيال تقلل الجلوميريوراي الفلود اللي هو نسبة ال- المشكلة اللي هو المشكلة فبنلاقي بعد فترة من النفراتيك سندروم ومن العليف اللي حاصل الجلوميريوراي ال-inflammation بيقله خمس. تمام؟ يعني العيان اليورين بتاعه هيقله ولا هيزيد؟ هيقله. فالعيان يجي مانيفست بحاجة اسمها أوليجوريا. يبقى العيان اول حاجة عنده مميزة للنفريتكسيندروم اليمين الهيماتوريا. تاني حاجة مميزة للنفريتكسيندروم اليمين الأوليجوريا. تمام؟ طبعا نتيجة لان احنا عندنا الجلوميري رفلتريشن ريت عمان يقل. طب التوكسينز المفروض تنزل في اليورين. دي ام اللي حصل؟ هتتحوش في الدم. فيحصل حاجة اسمها أزوتيميا. يعني ايه أزوتيميا او ايه اسم تاني اللي هو يورينيا. كلمة يورينيا او أزوتيميا يعني التوكسينز زي اليوريا وزي الكرياتينين. اللي اتنين دولا مبدأوا يزيدوا جداً اتنين في الدم. عشان كان العيان ده اللي عمده دفريتكسيندروم لما تيجي تعمله رينال تونشنتست. ومعنى كلمة يورينال تونشنتست اللي بتعمله تحليل يوريا تحليل كرياتي. اللي اتنين دولا ما راقيهم مالو زي دين جداً في الدم. ودي هنسمها يورينيا او أزوتيميا. تمام؟ طب ايه كمان؟ احنا عندنا هنا بما ان عند القرومير يوراي فيها السويلة. والفنتريج القليل جداً. مين كمان هينسي القليل في اليورين بعد قطرة البروتينز؟ هي مش عادة تعتم للسلوليج بلوميريوراي دهير. فهنلاحي البروتينوريا هنا أقل شوية من البروتينوريا بتاعت مين؟ بتاعت النفروتكسيندروم. تمام؟ وطبعاً العيان ده هو لازم هيمنفست بهايبار تنشن. لأن احنا عندنا نفس الحاجات اللي حصلت. وهنا عندنا فيه روتينوريا هي قاقة أقل من البروتكسيندروم بس فيه. فطبعاً نفس الحاجات اللي حصلت فيه البروتكسيندروم هتحصل هنا كمان. اللي هي من ضمنها الاكتيفاشن بتاع من الانجو تنسل سيستم. فيبدأ يحصل عندي طوات البروتينيشن والعياني كيلو ايم هايبرتنشن. دايماً عيان الريل الكيدني. الكيدني نزيز يكون عنده هايبرتنشن. وعنده هايبرتنشن زيادة شوية لأنه عنده أكيوت انجري وعنده الفلويد مش بيتصرره في اليورين. فبيكون هايبرتنشن هنا زيادة شوية. يبقى احنا عندنا هنا. النفريتكسيندروم او اللي احنا بنسميها الريل الكولوميري والانجري. بالمانيفستيشن سنتعينها أولاً هيماتوريا ثانياً أوليبوريا. وهالبرتنشن وإديما. ليه هالبرتنشن وإديما؟ لأن برضو البروتينز بتعدي في اليوريت. فبيحصل نفس الحاجات اللي حصلتين في النفريتكسيندروم. طيب بس الأساس اللي عندي هنا هيماتوريا. ليه؟ لأن بروميري راي الفورز بتاعتها تدمرت بزيادة. كنت دمرت الكورز ووسعتها بزيادة. فما بقيتش تعدي الكورتينز بس. بقيت تعدي كمان أكبر الكورتينز اللي هم مين؟ الاردسين. فالعيان يجيله هيماتوريا. طيب ايه كمان؟ قلنا نتيجة للإنفلاميشن بعد فترة. يحصل السويلن مثل الجلوميري راي. فما تقدرش تخلطر الدم بخيز. فيبدأ يقن الجلوميري الارفتكريشن ريت. فالعيان يجيله هيماتوريا. اليورين بتاعه يقن. كمان التوكسينز اللي مش بتنزل في اليورين. عملا تتحوش في الدم. فالعيان يجيله أراتيميا أو يوريميا. إلى جانب ان انا عندي كورتينز بتنزل في اليورين وكل حاجة. زي النفريتش نتروم بس بنسبة أقل شوية. لأن الجلوميري راي مرها السويلن مش قادرة تعدي كل حاجة. هي في الأول في أول الانفلاميشن قبل ما يحصل إديمة عنيكة. نزلت الارفتكريشن. تمام؟ لكن بعد فترة بقى في إديمة والسويلن. فبالتالي إلا يحصل مش تقدر تعدي موتينز. زي النفريتش. ماشي؟ فيحصل الكمينيوميا والكمينوريا وكل حاجة. بس أقل من النفريتش. غريل موتيني Tiere شيء Score جميع لع Daytona إن لا يحصل enk People لتعلเคراءتش نقولها. ت Rosa بوشن من الفنام сорio ذلك نتحدث عن التفينيش mindset ونتتلم عن الرطوجينسي بتاعه، ونتتلم عن أن م والآخر من الام برينال انجري تشكراكترايز ان انا عندي مثل رينال انجري او acute رينال انجري بعد الانفكشن سواء الانفكشن دي كانت مني بالجروب اي بينا هموليتك ستريكتو فوقايل سرين منها بيسموها من البيتوجينيك سرين لانيه بتعمل رينال انجري بعد فترة كما ممكن يقب بعض الانفكشن الثانيين بيروس بطايفوس الحاجات دي كلها بس اشهر الورجانيزم يعملي الوست ستريكتو فوقايل او الوست انفكشن المرة دي بيكون كاركترايز ان انا عندي المرة دي بيكون دي بيكون معاية ويكون معاية دي بيبقى معيها ويكون معاية الديناء طي ايه هو الفاتروجينيسي بشكلة لقدنا الفاتروجينيسي ان انا عندي موسيقى في الديناء او بدأت تطلع الامة الكوتين اللي راح عمل بسابيكتو وفيه شوية منهم قاعدوا في صب اندوثيليا. بعد اسقوع لاربعتاشر يوم من الانفكشن بدأ يطلع انتبادي اجنسل سريف كوكا الانشنس دهيت. فبدأت تمسك بالانشن اللي موجودة فين? اللي موجودة على الصب اندوثيليا للصب اندوثيليا وعملوا لي اميون كومبليكس. الجماعة اللي قاعدين في الصب اندوثيليا اكتبيت الكمليمينت بتاع الماء اللي عمل طيب دمج من الخلال. والجماعة اللي قاعدين في الصب اندوثيليا الكومبليمينت لدي هو كومبليمينت اللي بيعمل 뉴�اكسر.rantAMYPO study وقدميا ليه لأنصب اندوثيليا ده اقد meinen انا لقيت اياه تحت المايكريسجوب. ان ملاعة مايكريسجوب. boa take. فيها تمام? وفيه لو العيندة دخلت لأكيوت اه 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 او رابط بلوغريسي 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 هلاقي ان العيندة بدأ يعمل فمنت يلاقي تحت ايه? طيب بعد كده في الاميونو فلوريسيب لقينا ان انا عندي اميون فلوريسيب شكله عامل ازاي؟ جرانيولار طب بالالترو مايكروسيب لقينا ساب ايبسيليل وسب اندوسيليل حمس تمام؟ او وبيسموهم ايه حمس العيندة ييجي في سندروم وقلنا بقيت الحاجات اللي هي الاسوالتيمية والخيوالتيمية والكوميليجيشن او البيت بتاعه برابط الكاميري لو هم افال سوياين يانما يمشي تجاه من اتنين سيئة كدة وبسرعة اللي هو وللش أكيد رابن يكون بلسكت شيئاً يأمانيك نحيز بلسكوري بلسكتشيئاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كمان الفيبران ديجريداشن بيستيميولات الإنفلاماتوي سلز فبنلاقي ان احنا عمدين لنا في الكوروميري لسه بدأ ان انا عندي بالقراية السلز يحصل لها بروليفريشن وبينها وبين بعضها ألاقي كيه إنفلاماتوي سلز كتير كده طب بيعمل ايه كمان الفيبران ديجريداشن بيستيميولات البروتشن لها بروس فاكتورز من الميكروفيج فيعمل مور سيلولار بروليفريشن فيبقى انا هي عملت حاكتين عملت سيلولار بروليفريشن وعملت انفلاميشن فبقى عمدي هنا اتجمع في الكومانز سبيس براية السلز بروليفريكتد ومعاهم خلايا انفلاماتوي سلز كل ما دولا بتحوشوا في المنطقة دي بصوا شكلوهم عاملت زي؟ شكلوهم عاملت زي الهلال كده عشان كاي سمهوها كريسنت يبقى اي كريسنت ده هي؟ دي بروليفريكتد براية السلز ومعاهم انفلاماتوي سلز والكريسنت دي اي مشكلتها؟ اي يعني انه حصل؟ ليه بتعمل سيبير كدني انجري؟ لان هي شايفين موجودة كين؟ حال اليورين الدماشي هانا هيقول لي افسس التوفيونز اصلا؟ مفيش، خلاص حصل بروكتج الفروميريون الفروميريون السلز بيتعديش يورين اتقفلت تماما بالكريسنت عشان كده العيان بتاع الكريسنتج غروميريون الفريتس بيجيلو حاجه اسمها رابط دي بروكريسيف كيتني ديزيز او رابط دي بروكريسيف غروميريون الفريتس دي حاجه اكتر من الاكيوت كمان تمام؟ طيب يبقى عندنا هنا ده جريد 5 غروميريون انجري اللي هو الكريسنتج غروميريون الفريتس من إضافة سلطة الإبثارين حوال تفضل إضافة اكبر إضافة سلطة الإضافة 近án تستخدم إرب crying ي motiv الإضافة رابط لي تمام الأبكت رابط لي البرمجرسيكولوميريونيونيفرات أو بيسموها الكريسينتيكولوميريونيفرات لتيجي تؤال مهم يكتر في نسحنا عربية وبيجي أقولك إيه كريسينتيكولوميريونيفرات أقولك إنها كيلينكال سنزول تحكيمة بحكتين كيليناكالي رابط لصو ممتل طب تحت المميليسكوب على طوز جريسي كمام طب إلي بيحصل فيها سيفير دمج للجولوميريس بإنفلاميشن أولاً بأي حاجة الحاجة الذي أدت بسيفير دمج فالجولوميريس بدأت تحرك فايرل والفايرل داد قصر فايرل دي رادية اللي بدأ يأكتيفيت الخلايا التضاريع الخلايا تطلع على المثال المثال التضاريع مين؟ القرائط السلز تعمل لي استرائيل هنا الغلوميريس اسمه كتنين الكريسان فتتتكوى من عضلة الكريسان بالنونوصيد مثل hepatotrage detta الكريسان و معاهم طلو الكريسان وتكوى من الكريسان نكمية من ال항 str entra نوع واحد لكنها نوعات ts 墩 الـ Good Posture Syndrome ده عندي ايه؟ عندي Auto Antibody's Ageness من الـ Glomerular Basement Membrane Collision فبيروح يعمللي linear deposition. ليه immune complex. ليه؟ لأن انا عندي الـ Antigen Gains والـ Antibody Gains مست فيه. ماشي؟ خير. دير انا عندي الـ Good Posture Syndrome Auto Antibody's Ageness Gromerular Basement Membrane وأجلس الـ Alveolar Basement Membrane رعيان يجب acute renal failure و acute respiratory failure بهما بيوري يومين hemoversus. شكل رعيان لقي تحت المايكروسكوب الـ Light Microscope هيبنين الكريس انفزهية. فأم الله وعملت له Immunofluorescence وهو عنده Good Posture Syndrome هيبنين linear immune complex deposition. تمام؟ مش granularity. هني بدك الترمضة مهمة جدا في الـ MSQ. خير. والـ Clinical Manifestations التاريخ اللي هي acute renal failure والـ Acute renal failure ومعها acute respiratory failure اللي هو عنده Good Posture Syndrome. هكي مشكلة؟ المساعدة مostorts ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ماشي غالب يكسر فيه رابط ريكابر ولادرا لما بيروسيد ياربن اندستيج فيني ديزيز العيان ده لو جيت شفته المايكروسكوب سبتاعتنا لو جينا عملنا اللايت مايكروسكوب هللاقي منطقة الميسانجم زيادة شوي هللاقي منطقة الميسانجم يعشناه في دبوزت بس هتبني كلها حاجات فين لو جينا عملت الاميونو فلوريسنت هللاقي الاميون دبوزيشن في منطقة الميسانجم هل يبقى جرانير ولا لينير؟ جرانير وفي الالكتر المايكروسكوب سبتاعتنا هللاقي الالكترون دين في دبوزت فين؟ ميسانجم برابا لازم الجرميرونيفراتس دي مهم جدا جدا لما تذاكر كل واحدة دايها تمام وكويسة جدا لكن في الاخر خالص على رغم ان انت فاهم وعرغم ان انت مذاكرها كويس هتلاكل لهم دخلوا في بعض بروا فدايما لما يكون عند برييشن في حاجة يعني حاجة لها كزا يعني كولوميرونيفراتس لها كزا فاي بقى مادة في حياتك لما تكون اتحاجة بالمنظر ده كده سواء كان مثلا عندك المايكرو مثلا في كزا بكتيريا في كزا فيروس بيعملوا حاجة معينة ستذاكر كل واحدة الوحدة تلاقيها تماما لكن بعد ما تخلص ستلاقي كله دخل في بعض فتعمل ايه؟ لازم بعد ما تخلص ومعامل جدوة كيب العرض تجيب روحها زيتها على المدرسة اللي احنا كلنا بنعمل عليهم لوحات زمنة وتقسمها كده جدوة وتذاكر كل الحاجات اللي انت عملتها فقط بالعرض الديفنيشن بتاع كل واحد الاتيولوجي بتاع كل واحد معرقش المورفولوجي بتاع كل واحد وتذاكرهم بالعرض كده استحالة انساني ماشي؟ عندنا اول حاجة الجولوميريون نفريتس اللي بيعمل نفريتك سندرون في الأكيوسوس انفكشوس مينت ايني؟ والكريسنتيك والآل جي اي نفريتك والالتلاتة اللي بيعملوا نفريتك وبعد كده عندنا المانيومالشينش ديزيز والفوكال سيجمانتل جولوميريون سكيليروزيس وعنده ايه كمية المنورينا سنفراباسي ومين اللي بيعمل الاثنين؟ الممبرانو Proliferative glomerial nephritis طي كل واحدة منهم مطلوب نارف منه الديفريتك والاتيولوجي مع نفريتك والمرخولوجي والميكروسكوك 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 والكلينيكل مين منهم بيعمل؟ نفريتك ومين منهم بيعمل؟ نفريتك وبعد كده الفيس بتاع الدزيز أول acute post-strictive glomerial nephritis ايه الديفنيشة بتاعها؟ دي acute glomerial nephritis وكاركترايز باي ان احنا عندنا انفلميشن وكاركترايزنا عندي hypercellularity بتبدأ في الجلوميريولاي بعد 15 يوم تقريبا من الفارنجية الأفكشن أو السكين الأفكشن بالجروب A-B-T-Hemritic Strictor وكاركترايز طب ايه الديفنيشن بتاع الخريسينتك أو rapid depressive G-N قونا دي clinical syndrome كاركترايز لقول حاكتين rapid loss of the renal function داني حاجة كاركترايز by crescent formation تحت المايكروسكوب بعد كده ال-I-G-A-Lycropacy قونا ده طيب من acute glomerial nephritis اللي هو most common cause of microscopic and macroscopic في الأقفار خصوصا بعد كده ال-minimary change disease قلنا ده most common cause of nephrotic syndrome in the children when characterized by no change under light microscope وبعد كده الفocal segmental glomerial nephritis الفocal segmental glomerial nephritis the most common cause of nephritis syndrome في adult وكاركترايز لان انا عندي focal affection to glomerial يعني اقل من 50% من glomerial اللي عندي affected وكمان segmental اللي هي الي من كل اللي بابد يجب نفس nyc الفocal فقلنا ان ده طائب من الكلوميرونيفريتس وخاركترائيزنا عندي ألتريشن مائلي في منطقة الميسانجم ومنطقة الكلوميرولار بيزمينت ممبرين ومعاهم هايبر سيلولارت الديفنيشنز اللي عندنا مفيش ديفنيشن خاصة بكل واحدة فيهم انت الديفنيشن ده بتجمعه باهم الوطن ويجيب اهم الوطن في الجزيز لو طلب منك الايه الديفنيشن هل هو اكيوت ولا هل يعني طبعا اي حاجة من نيفريتك سينجرون هي اكيوت تمام ولا هل هو بيامن نيفريتك هل هو انفلاميشن معهوش انفلاميشن ايه اكتر ما كان بيبقى افكتد فيه الكلام ده كله تكتبه فيه الديفنيشن بعد كده البابو جينيزيز والإيثيولوجي قلنا الاكيوت بوستستريبتو كوبتال بولوميرو نيفريتس كان سببه ان انا عند حصل اسكين او فرينجل افكشن بجروب اي بيتا هيموليتك ستريبتو كوبكاي اللي هي اسمها نيفريتوجينيك سترين اول ما حصل افكشن مين اللي ماشي الامي بروتين اللي هو البروتين بقيع الستريبتو كوبكاي راح قعد في منطقة الصف اندوسينيا تمام وممكن كمان طبعا عشان هو ليه بوست بتشارج فيقدر يوعد كمان في منطقة الصف ايبسيليا اللي هي نيجيتب بعد 14 يوم من الافكشن اللي حصل تتكون انتيبادي فالانتيبادي راح مسك في الانتجن اللي هو موجود اصلا في الصف اندوسيليا مصف ابسيليا وعمل لي الاميون كمفليكس الاميون كمبلكس اللي موجودة عند الصب إبسيليا لي ميك يعني ايه ميمبرين اتاك كمبلكس بيكسر الخلايا واللي عند الصب إندوسيليا العمل ايه؟ عمل لي طبعاً كيموتاكسيز و البروت من الانفلاميات مع بروليفراشن للخلايا فعلشان كده بلاقي الناس اللي عندها بوستستريف كوفتالجولوميلوفريتس عندها الجولوميريولار هايبر سيولارتي وكمان فيها انفلاميشن طيب بعد كده الفريسنتيك بلوميريوليفراكترائيز لان انا عندي اي سبب سواء انفكشن او اي سبب عمل لي أكيوة بلوميريوليبريتس بس بقامالوا السبب ده بقى اجزاجريتك جداً وعمل لي مارك الدامج للبلوميريولي للبلوميريولارستركشور فلما عمل لها مارك الدامج بقيت تقدر تعدي مين من خلالها؟ الفايبرين والفايبرين اللي يتقصر ديني الفايبرين ديجراديشن اللي ليها أولاً من خلايا وكمان فالمحصلة بتكون حاجة عن اسمها الكريسنت وانا الكريسنتي حاجة شكلها سيميليونر يعني هلالية او كريسنتي وبتعمل بتاعمل بتاع البلوميريوليس وتتتكون من ايه؟ من خلايا من خلايا مع الفايبرين مع المولوسايتس المولوسايتس اللي هي الخلايا تمام؟ ومراحوا عمل الميسانجيام ده مكانهم بالمفضل كنا ليه؟ عشان فيه رسيفتل الـ الميسانجيام بعد كده عندنا قلنا غالباً سبب ممكن يكون فيه جيناتك في الجينز انت بتنبوض موطين معينة في الفودوسايتس وممكن يبقى يعملون موطين ممكن يبقى تنبوض ممكن يبقى تنبوض ممكن لك فبعد كده قلنا انت نزمه لا يوجد اي موطين بس انا عندي في موطين اسمه موجودين هم الفودوسايتس فم يحصل موطين بيحصل الفودوسايتس بعد كده عندي زي ما احنا قلنا دلوقتي ممكن يكون ممكن يكون وقلنا كمان وقلنا كمان موطين شكله وبيكمبرس على الفودوسايتس ويؤدي ده الآخر إلى نيفروتك سندوق ما ننساش حاجة مهمة نسينار قلها انه ممكن يبقى برايمري ممكن يبقى ساكن وقلنا الساكن ليكي حاجة مهمة جدا جدا بتاع من الف اس جي اس هو مين الناس اللي هما الادكت للهروين بعد كده اخذنا الممبرين الممبرين قلنا ده برضو من الممبرين فاقترار الزباي انه انا عندي في الميسانجا مع وقلنا عندنا في الميكانزم التايب وان يكون عمل اكتيفشن فعمل الممبرين الممبرين فعملوا شكله ليه اللي هو وبعد فترة دي ضغطت على البودوسايد فالانسان دخل له نيفروتك سندوم وقلنا طائب 2 اللي هو اسمه C3 نيفروباتي اللي انا عندي ابنورمات C3 والابنورمات C3 ده عمل ايه منع الديجرداشن بتاع C3 اللي هو عمال يشتغل ويعمل خليفة جده C3 C3A وC3B والC3B ده وظيفته انه هو ممبرين عمالي في الخلايا وقلنا طائب ثلاثة انا عندي ممبرين ممبرين تمام ممبرين تمام؟ بعد كده عندي المورفولوجيك تعالى حجاجة الأكيوت بوستستريفتوكوكتر بالميرو فايس باللايك مايكروسكوب بلاقي هايبرسيلولارتي مع انفلميشن طب بالالكتروم مايكروسكوب بلاقي بلاقينا عندي صف إبسيليل وصف اندوسيليل إلكترون دنس ديبوزي طب بالإميونيكروسكوب جرانيولار إميون كومفليكس ديبوزي بالنسبة للكريسن باللايكروسكوب بلاقي الكريسنط هو بصفة وبعد كده بلاقي ايه بالإلكترون مايكروسكوب انده عندي إلكترون دنس دي في الكلوميرولارتيسمنت ممبرين خصوصا في المرض اللي اسمه جود باستشير سندروب واللي هنا اللي بيكون اللي بيكون ماله لينيار بالذات في الكلوميرولارتيسمنت ليه؟ لانهو بيكون دي أوتوانتباطي أجنس كومبونت موجود جوه جوه المبارين لو اسمه ايه in COLLEG تابع بالنسبة للمنيملك Vet ربزيز بلايكروسكوب لا يكون نور ثم بلايكروسكوب مو دوسايت الفيسمنت طب في حاجة بالإميوني فورسن لأننا ما عنديش أي إميون ميكانيسة هنا فبالفسجيس باللايف مايكروسكوب بيكون عندي إيه؟ بيكون عندي فوكل وسيجمينتل اسكليروز قلنا فوكل يعني يقل من 50% بجلوميرولاي اللي عندي وسيجمينتل يعني بس من الجلوميرولاي بيكون في إيه؟ اسكليروزس ماشي؟ طيب بعد كده بالإلكتروميكروسكوب فبالايا عندي ودوسايت طب بالإميوني فورسن هل في عندي أي إميون كومبليكس؟ لا ما عنديش بس زي ما قلنا ان في السجي اس ساعات الجلوميرولاي بتانتراب جواها فالبرازما بروتينز فالبرازما بروتينز دي ممكن تظهر فين؟ في الإميوني فورسنز انها جرانيال ديبوزيت او حاجة لكن هل ده إميون كومبليكس؟ لا ده مش إميون كومبليكس مجرد بس إنتراب بروتين ماشي؟ بعد كده عندنا الممبرانوس اللايت مايكروسكوب بيكون عندنا والإلكترون مايكروسكوب بيكون في أما بالإميوني فورسن بيكون في بعد كده قلنا على حسب كل واحد الطائب 1 قلنا بيكون عندي باللايكروسكوب بيكون في بالإلكترون بيكون في الصق اللايت مايكروسكوب بيكون في اللايت مايكروسكوب والإلكترون مايكروسكوب بالإلكترون مايكروسكوب بيكون في والإلكترون مايكروسكوب الممبرانوس مما كwearوسكوب بالممبرانوس بيكون عندي السبأبسيليل و الأسفاء ممبرانوس الاكترون والكريسانتك والنيفريكس بيكون عنده دول الأهم 3 أعلى دول والمإنجزة وممبرينة 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 مجلولة بكون معظوم نيكروترسندروم يعني ايه؟ كثير من 3 موصد كرام بردين حي فوالكومنيمية اقل من 3 جرام بردينة بردينة مع ايضايا الهيضية بزدادها مطقة بالعائلت وعندنا كمان فيه نيبذوريا وحيبرليبيديميا بس الاخل في الاخل ده يكون فيه كمان معيه نيبريترسندروم كمان طيب الفيط والكمليكيشن الأكيوت بوستستريكت بوكال جي ان ده في الأقطار بيكون كاركترائيز ان يجيهم رابط ريكافري بس ممكن يحصل الكمليكيشن نوة يما يروح في ناحية الكريسنتيك رابط البروغريسيو يما يروح في ناحية الكرونيك اندستيج كيتني ديزيز طب قمال الكريسنتيك لأ على طول رابط رينال ثيلير و رابط ديتلوريشن في الرينال فونكشن طيب ممكن يروح كرونيك ممكن بس طبعا ايه الأوطاع نوع العين بيكون من أكيوت رينال فالير طب الـ IGA نفروباسي الفيت بتاعه مشهور عنه لي بيحصل ريكافري بسرعة بعد كده الـ Minimal Change طبعا زي ما قلنا الـ Dramatic response لـ للستيرويد طب الـ Focal Segmental غالبا بيرزيست الستيرويد و يروح يحصل ايه؟ يبقى كرونيك يعني الـ End-stage كيتني ديزيز بعد كده المبريناس نفروباسي بردو يبقى كمبليكيتد بكرونيك رينال فالير في الـ C-C-C-D disease و كذلك المبرينات لا ننسى ان في الخريسينتك جي أل النوع اللي هو good posture syndrome الأعين مش بيكون عنده بس يكون عنده نتيجة للـ Long Afection هنا لو انا عندي Auto-And-Botis against المبرينات الحصول يكون عندي Auto-And-Botis against المبرينات الحصول بمشكلة بمشكلة المبرينات الحصول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة